مؤتمر صحة في مارس الكولر الحقيقة قال فيه حاجة غريبة جدا الحاجة دي لو استمر فيها كده بيعرض الاهلي لهزات كبيرة ولخروج وشيك من دوري ابطال افريقيا مبارح لما تسأل مارس الكولر انت ليه ما لعبتش بتلاتة وسط ملعب وامنت فوزك قال دي مش كورتي ومش ده اسلوبي ومش دي الطريقة اللي انا هلعب بيها لا احنا هنا بقى لازم نقف وقفة مهمة وخطيرة يعني ايه مش كورتك يعني ايه مش اسلوبك انت عملت الكلام ده قدام فلمينجو وعملت الكلام ده قدام ريال مدريد فعدناه لان ريال مدريد انت كنت مغلوب اثنين واحد فبالتالي انت بتهاجم عاوز تفوز اوكي مش مشاكل قدام فلمينجو انت يعني كنت كذبان اثنين واحد اضطرد منك واحد فقولنا الدنيا قزمت معاك والتغييرات يعني ما كانتش متاحة لكن انت بتلعب في افريقيا ولازم يكون عندك ملونة تكتكية ولازم تبقى عارف ان مش دايما لعبتك الفرق بين لعبة مصر ولعبة اوروبا ايه او ايه الفرق بين العقلية الاوروبية او عقلية السويسرية كمان والعقلية المانية والعقلية المصرية انهم هناك عندهم ناس محترفة ناس وغد الكرة دي شغلانة فبيقدي كأنه عامل في مصنع عامل شغال فبيبزل كل مجهوده في التسعين ديئة زي الالات زي المكن تروس بتلف الساعات السويسرية عقارب ومظبوطة وبتلف لكن انت هنا في مصر لا ما فيش كلام دوت فيه لعيبة احيانا بتبقى مش في يومها مش في فرمتها لعبة مزاجانجية اه ان كان فيه طقس مختلف فيه موصلات مختلفة اه يعني لازم تعرف لازم حد يقول له افريقيا مختلفة افريقيا غير انا مبارح شايف ان هو مش يومي ومش في حالة الطبيعية ودفاعي شوارع وقال له جانج مش في مستوى المعهود كان عندي حمد فتح برا وشفته بيسخن اذا كان لازم حمد فتح يلعب زيادة في وسط الملعب كنت ممكن نزل حمد فتح وقندوسي ومرون عطية يبقى كده بلعب بتاته وسط ملعب وهطلع افشع لكن لما تسأل ليه ما لعبتش تلاتة وانا فاتش قال لك دي مش كورتي ومش دي كرة لانا بحبها ومش كرة لا مش تحبها وما تحبهاش مش تستي تحبها وتحبهاش دي لما تروح تتجوز لكن انا عايز اطلع بمكسب كان صعب وشايف انه مش حظي لاني ضياتي ضربة جزاء ومش يومي ومش بختي ولعبها كتير بمش في مستواها حافظ على المكسب امن وده اللي كان بيعمله من الجوزيه الصراحة من الجوزيه اول واحد لعب تاته وسط ملعب دول سوابه كان بلعبه في شخص الاول ويقسم المطش او لما يروح بار افريقيا لعب تلاتها وره ايان كان لكن حد يلازم يفاهمه ادغال افريقيا وفرق افريقيا واللعب في افريقيا مختلف احنا مش بنلاعب دوري ابتال اوروبا ريال مديردي بقى غالب من ليفربول خمسة اتنين فممكن ليفربول يعمل يمنتادة ويجيب اه اه تلات اهداف ولا يجيب اربع اهداف فيفوز بمجموع اللقائين ده مش متاح اوي في افريقيا فنازم من حد يفهمه الموضوع ده وايه للاهل كده بقى هيقصر كتير اوي يا مش معقول مسلا بتروح تلعب القطن الكاميروني برا وكازبان مسلا اتنين واحد وفضل عشر دقايق وبرضو فاتح الملعب وبتلعب بسدر واسع او رتم سريع ويخش فيه جونت عاد ولا حاجة لا طبعا لازم تأمين عشان تطلع بالمكسب باي طريقة نفس الكلام يعني استحال الاهل يتقدم على سانداونز هناك واحد او اتنين ويفضل برضو لعب ماتش مفتوح في ظل اللي هتلعب ساعة عصر ولا ما عابش بقى يلعبوك على الملعب الزفت بتاعهم دوت ولا هتلعب في ملعب تاني اي ان كان فلا لازم حد يعد معاو يفهمه ان افريقيا مختلفة وإلا هيبقى موضوع كارثي مش معقول ان اجابته تكون مش جيد كورة اللي انا بحبها ما يخصناش انت تحبها وما تحبهاش انت لازم عندك مرونة تكتكية لكن واضح ان هو بلعب رتم واحد وبعدين الغريب ان هو نفسه نفس المدرب كان عنده المرونة تكتكية دي يعني لما لعبه قدام اتحاد المنستيري سواء هنا او هناك لعب شوية دفاع هو ده نفس المدرب اللعب قدام سياتل بشكل دفاعي يعني عمل موضوع شكل الدفاع ده في اكتر من موتش ولعب على المرتدات بس عمله مع الزمالك في كاس السوبر وعمل مع الزمالك تاني في اخر موقت التعتلياته وعمل مع بيرامدز الله فالاجابة هل كان فيه مثلا ترجمة غلط هل المترجم ما ترجمش الكلام اللي هو عاوز يقوله هل هو مثلا ما كانش مركز وابقول ايه لكن مش مبرر ابدا انك انت كلام مش مبرر انك انت تقول لا دي مش الكرة اللي انا بحبها او دي مش كورتي لا انت لازم تتعرف ان الكرة ما فيش حاجة سابتة في الكور لازم يكون فيه مرونة تكتكية عندك امتى لعب مدافع وامتى لعب مهاجب امتى لعب تاتة وسط ملعب وامتى لعب اتنين بس وسط ملعب وممكن لعب واحد بس وسط ملعب وارعب اتنين زيادة لكن لو استمر الموضوع دوت اتصور النادي الاهلي هيبقى فيه خطورة عليه في ماتشاط كتير ان انا بقى لعب براتم واحد بس راتم واحد بس راتم واحد بس ما يفعش ان انا عب براتم واحد بس واعين كان بقى لزنوف لا امه لي بقى امه لي انت مدرستش ساندوونز كويس مفرجش على ساندوونز شوفت الهم شو ماتشاط يعني لازم تكون عارف خصمك ولازم تشوف انت عملت الاهلي بيعلعب ازاي برا ارضه متفرجة الاهلي مع ساندوونز في اخر ثلاث سنين اتليننا بلعب وحش جدا بس سنة مثلا مطش بتاع ذايلر لكن كده الموضوع يبقى فيه خطورة على الاهلي واحنا مش مستحملين ان احنا يعني اي هزة تاني او اي يعني اداء مخيب تاني لو بس براتم واحدة هنا بشكركم جدا سلام عليكم ورحمة وبركاته واتع احنا الشافين حضر اولي يا بني اثبين ستمنسم معي بالسكين شكرا